عزيزي طلاب الصف الثاني ثانوي في كل مكان داخل جمهورية مصر العربية اهلا ومرحبا بكم يا تجدد اللقاء ومعكم الفيزياء الشعب العلمية صف الثاني ثانوي حبيبنا الطلاب احنا اول حلقة كانت الحلقة السابقة اتكلمنا فيها على المناج اللي هنبدأ بيه نشتغل الترمتين ان شاء الله وقلنا الوحدتين اللي عندنا وصنفناهم وبدأنا اول حلقة وكانت عن الكسافة النهاردة ان شاء الله استكمالا لحبيبنا الطلاب الكسافة النسبية للمادة ثم نتطرق الى تدريبات ومسائل متنوع حول الكسافة خلينا نعمل فيجين بسيطة بس على الجزء اللي خدناها الحلقة الماضية عشان حبيبنا الطلاب اللي ما كانوش متابعين معانا يبدأوا يستمروا معانا من النهاردة احنا عرضنا الكسافة الحلقة الماضية وقلنا ان هي كتلة وحدة الحجوم من المادة وقلنا ان الكسافة صفة مميزة للمادة وقلنا لانها بتعتمد على حاجتين اتنين في المادة الوزن الزري او الجزائي للمادة والعلاقة ترضية بين الوزن الزري او الجزائي والكسافة يعني بزيادة الوزن الزري او الجزائي بتزيد الكسافة والعكس صحيح طيب الحالة التانية او الحاجة التانية اللي بتحددها المادة للكسافة اللي هي المسافات البينية او فاصلة بين زرات او جزيئات المادة وقلنا ان بزيادة المسافات البينية الكسافة بتقل علشان كده لما كنا بنقول علل الكسافة صفة مميزة للمادة كنا بالقول لأنها صفة أو خاصة بكل مادة لأنها تعتمد على الوزن الزري والمسافات الفاصلة بين جزيئات وزرات المادة قلنا بردك أن داخل المادة الوحدة الكسافة بتتغير ارتفاعا وانخفاضا بتغير درجة الحرارة يعني لما جاء إيس كسافة الهوى لازم أقول عند درجة حرارة X ولا Y ولا Z فعلل تتغير كسافة المادة بتغير درجة الحرارة قلنا لأنه كلما ارتفعت درجة الحرارة تزداد أو يتمدد المادة فتزداد المسافات الفاصلة بين المادة وبالتالي يقل الكسافة والعكس صحيح طيب كلام جميل قلنا تطبيقات على الكسافة الحلقة الماضية وقلنا احنا عندنا في مجالين اتنين في مجال الصناعة أو في مجال السيارات وفي مجال الطبي قلنا في مجال الصناعة أو في مجال السيارات أول تطبيق التعرف على مدى شحن البطارية وقلنا ده من خلال قياس كسافة المحلول الإلكتروليتي للبطارية اللي هو حمض الكابريتيك المخفف طيب ازاي قلنا ان هي لما تكون البطارية مشحونة او سليمة بيكون تركيز المحلول الإلكتروليتي ده مناسب اما لما تستهلك البطارية او الشحن بتاعها يقل ده بيؤدي الى ان حمض الكابريتيك تفاعل مع الواحة الرصاص تكون كابريتات الرصاص فبالتالي الحمض تركيزه بيقل انا لما جا Galile's كسافة بتاعت المحلول الإلكتروليتي لازم انا ايقل يبقى انا عندي مؤشرين اتنين لو قلتك كسافة ولقيتها مناسبة ده اللي زالك على ان البطارية مشحونة طيب ولو قلتك كسافة ولقيتها اقل من المعدل الطبيعي ده اللي زالك على ان البطارية في حاجة الى شحن كلام جميل طيب ده اول تطبيب تطبيق تاني في المجال التببي قلنا في المجال التببي بالتخصيص فيه او بالخصوص فيه مجال التحليل الطبية البول خلينا في مجال تحليل الدم قلنا انه متوسط كسافة الدم للانسان من 1040 الى 1060 كيلو جرام على المتر تكايم فبالتالي لو الشخص اللي عندنا مصاب بمرض آنمية الدم ده بيكون معناها ان عدد قراط الدم الحمراء في الدم قلت فبالتالي كسافة الدم هتقل عن الحد الادنى اللي هو 1040 فبالتالي انا لما اجي ايس كسافة الدم لشخص ما فبالتالي اذا كان المعدل الطبيعي اللي هو من 1040 الى 1060 دل لذلك على ان الشخص سليم اما اذا قل عن هذا المعدل الطبيعي دل لذلك على ان الشخص مصاب بمرض آنمية طيب ده في مجال الدم في مجال البول نفس الكلام البول تقريبا اكتر من 85% منه مية عليها اليوريك اسيت والبولينة وشوية السموم اللي الكلا في جسم الانسان بتخلص منها فبالتالي الحاجات دي بتخلني متوسط كسافة البول للشخص الطبيعي 1020 طيب انا لو مصاب بنسبة املاح ازيد من المعدل الطبيعي ان هي هتنزل في البول بنسبة اعلى من المعدل الطبيعي وده يؤدي الى ان كسافة بتزيد فبالتالي كيف يمكن التعرف على وجود املاح في جسم الانسان من خلال قياس كسافة البول فاذا كان معدل كسافة طبيعي دل لذلك على ان الشخص طبيعي اما اذا زاد عن المعدل الطبيعي دل لذلك على ان الشخص مصاب دي الاملاح تطرقنا برضك في الحلقة اللي فاتت الى التحويلات ازاي نحول من كيلو جرام لجرام ده على مجالك كتلة ازاي نحول في الحجوم من متر مكعب للتر لسنتيمتر مكعب هنحتكى كتير جدا النهاردة في المسائل وازاي نحول من كيلو جرام على المتر تكايب الى جرام على سنتيمتر تكايب خلونا النهاردة بايا يا شباب ندخل في مفهوم تاني اقصر دلالة شوية وهنتكلم فيه بطريقتنا الجميلة دايما ان احنا بنفهم الفيزياء صح علشان نحفظها صمت هندخل في مفهوم جديد اسمه الكسافة النسبية للمادة بس خلينا نقول حدوتة جميلة كده تخلينا نفهم يعني ايه مفهوم الكسافة النسبية للمادة كان فيه جزء كويس جدا من الفيزياء بيتكلم عن الطفو وليه بعض الاجسام بتطفو زي الزيت والخشب على الماء وبعض الاجسام او المواد بتغوص في المية زي الحديد والمنجنيز والمعادن وإلى آخره فأرشميد اسطلع جملة مفيدة اوي او تلت كلمات تلت كلمات دولها تخلصوا للموضوع ومرتبطين بالكسافة النسبية النهاردة قال والله انت عندك المية لو الحاجة اللي انت هتحطها على المية كسافتها اقل من المية ركز اقل من المية فبالتالي انت لو قسمت كسافة المادة على كسافة المية يطلع لك رقم اقل من الواحد يبقى انا حكمت على المادة دي اني هتطفو زي مين زي زيوت زيوت مثلا متوسط كسافتها تمنمية فانا لو قسمت كسافة زيت اللي هو تمنمية على البسط خليك معايا على كسافة المية ليه 1000 كسافة الزيت على كسافة المية 800 على 1000 يديك 8 من 10 الرقم ده أقل من الواحد يبقى أنا حكمت على المدنية لتطفو طيب نشوف ده كلنا في بيوتنا الزيت دايما بيطفو على سطح الماء طيب العكس لو كانت كسافة المادة أكبر أكبر من كسافة المية طيب أنا عرفت إزاي إن أنا هقسم كسافة المادة في البسط على كسافة الماء في المقام زي الألمونيوم 2700 متوسطه هقسمه على 1000 يديني 27 من 10 يبقى المادة دي حكمت عليها نية تغوص في الماء طيب لو كانت كسافة المادة قد كسافة الماء بالزبط فأنت هتقسم 1000 على ما 1000 تتنيها معلقة في الماء لا هي طفية ولا هي حصل لها نوع من أنواع الغوص في الماء فبالتالي أنا لخصت الموضوع في تلت كلمات نسبة كسافة المادة إلى كسافة الماء الرقم ده لو طلع أقل من الواحد تطفو أكبر من الواحد تغوص تساوي الواحد تعلق بالمناسبة اللي قاله أرشيميدس دهوت أو قانون التطفو ده هو اللي عندنا مفهوم الكسافة النسبية يعني مفهوم الكسافة النسبية هو النسبة بين كسافة المادة إلى كسافة الماء عشان يديني مؤشر أو الرقم ده يكون لي قراءة أقرأه بعد كده فأقدر أفهم أو أحكم إذا كانت المادة دي تطفو ولا تغوص تعالوا مع بعض نكتب التعريف الأول معنا النهاردة الكسافة النسبية للمادة ونشتغل عليه كلنا معنا كراسة مدرسة على الهواء نبدأ مع بعض ونكتب تعريف الكسافة النسبية للمادة أنا قلت بالعرب كده بأسم كسافة المادة على كسافة الماء يبقى هي النسبة بين كسافة المادة إلى كسافة الماء بس لازم تثبت عند درجة حرارة وحدة يعني تقول كده يبقى التعريف بتاعها النسبة بين النسبة بين كسافة المادة عند درجة حرارة معينة جميل ده البسط علامة الكسر دي إلى من دي دي الماء كسافة الماء لازم عند درجة حرارة وحدة أقول له عند نفس درجة الحرارة بتديني تلت مؤشرات إذا كان الرقم أقل من الواحد يبقى الجسم ده يطفوه إذا كان أكبر من الواحد يغوص يساوي الواحد يعلق ارجع لندردش بقى في المفهوم ده شوية تمام؟ نطلع منه الحاجات النظر اللي عايزينها خدنا في الترمي اللي فات المعامل الكساري المطلق المعامل الكساري النسبي وكنا بنقول ليست لها وحدات قياس كنا حفظين الإجابة لأنه نسبة بين كميتين متماثلتين طب انت عندك الكسافة النسبية كده هي النسبة بين كسافة إلى كسافة يبقى واحدة قياس الكسافة فوق واحدة كياس الكسافة تحت هيروحوا مع بعض يبقى أول سؤال علل في حلقاتنا الجميلة علل الكسافة النسبية للمادة ليست لها وحدات قياس يبقى الإجابة على طول لأنها تساوي دائما نسبة بين كميتين متماثلتين طيب تعالوا ما ندردش أكتر كده يبقى لما يقول لك قارن بين كسافة المادة والكسافة النسبية للمادة هتقول تعريف كسافة المادة كتلة وحدة الحجوم من المادة كسافة النسبية المادة النسبة بين كسافة المادة إلى كسافة الماء عند نفس درجة حرارة طيب القانون المستخدم في كسافة المادة أنه رو بتساوي الامة على البي طيب القانون المستخدم في كسافة النسبية أن هي بتساوي كسافة المادة إلى كسافة الماء عند نفس درجة الحرارة كلام جميل دي ليها وحدة قياس اللي هي كسافة المادة لكيلو جرام على المتر كعيب لجرام على سنتيمتر كعيب لجرام على اللتر زي ما أقول الحلقة القادمة إن شاء الله أما في الكسافة النسبية فهي ليست لها وحدات قياس ليه لأنها نسبة بين كميتين متماساتين طب إيه العام توقف على كسافة المادة؟ قلنا نوع المادة اللي بتشمل الوزن الزري للمادة الجزئي والمسافات الفاصلة أما الكسافة النسبية بتعتمد على كسافة المادة في حد ذاتها لأنك مثبت كسافة المياه المفروض إن هي عند ألف ولو كانت بتتغير وفق لتغير درجة الحرارة بتدخل في الموضوع طب خلينا نفسر شوية مشاهدات كده عشان تبدأ تستوعب معايا أهمية دراسة الفيزياء في حياتنا هو علشان كده ليه مصمار وكايمة ده مش في المنك الجزء ده مش في المنك بس أنا عايزك تفهمه ليه مصمار بيغوص في المياه؟ والمصمار ده نفسه لو جبته وشكلته تاني على هيئة مركب حيطفو أنت كده اختلفت معايا منين بتقولي النسبة بين كسافة المادة إلى كسافة الماء فالرقم لو يطفو أقل ولو يغوص أكبر طب ما هو الحديد هنا هو الحديد هنا نفس المصمار هنا هو نفس المصمار هنا أقولك لأ لما كان مصمار كتلته متركزة في الحجم الزغير بتاعه فأنت بتجيب كسافة الحديد اللي هو بتقسم كتلة الحديد بتاع المصمار على حجمه الزغير فده كسافة الحديد مطلقة بتقسمها على كسافة المياه فالرقم طلع أكبر من الواحد فاتحكم على المصمار الميغوص صح؟ لكن لما رجعت شكلته تاني عن الراجل بتاع الحديد كده ورجعنا فردناه وتانيناه على هيئة مركب مغلقة من تحت فأنا بجيبش كسافة الحديد خلي بالك أنا بجيب كسافة المركب اللي هي كتلة الحديد اللي هي نفس الكتلة بتاعته المصمار بس على حجم المركب حضرتك كبرت الحجم فبالتالي لما تقسم كتلة الحديد بتاع المركب على حجمه هيديك رقم أقل من الواحد فتيجي تقسمه على كسافة المياه يديك رقم أقل من الواحد فالنتيجة أن الجسم ماله يطفو نفس الكلام المركب كبيرة مركب كبيرة كتلتها آلاف الأطنان محملة ببضائع آلاف الأطنان وتطفو إيه اللي بيحصل؟ ما أنت ما شفتش أن هي شكلها كبير جدا وحجمها كبير جدا فأقول هنا مش كسافة المركب أنا بقول متوسط كسافة المركب لأن هي فيها حديد وفيها خشب وفيها إزاز وفيها حياة متكاملة وفيها مياه وفيها مواد بوترولية وواه وواه فأنا بجيبش هنا كسافة حاجة معنا أنا بجيب حاجة اسمها متوسط كسافة المركب اللي هي الكتلة كلية على الحجم بس حجم ماله كبير فيديك رقم أقل من الألف فيطفو فوق سطح المياه فبالتالي فكرة الكسافة النسبية لها دلالة كبيرة جدا عندنا بتعبر إذا كان الجسم يطفو ولا يغوص ولا 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 طيب هل هو ده التعريف الوحيد اللي ممكن أطلعه للكسافة النسبية أقول لك لأ تعال بقى ما نطلع من التعريف تعريف تاني وتعريف تالت ومن التعريف التاني نبدأ نحل المسائل يلا مع بعض احنا قلنا أول قانون إن الكسافة النسبية للمادة الكسافة أركز بقى معايا النسبية للمادة ها بتساوي النسبة بين كسافة المادة إلى كسافة الماء وقلنا هنا عند نفس درجة الحرارة صح؟ طيب تعال أما نفق البسط لوحده ونفق المقام لوحده ونشوفها نطلع بحاجة جديدة لو أنا قلت دلوقتي كسافة المادة عبارة عن كتلة المادة أيها الكسف اللي جادي على حجم المادة طيب ولو جيت قلت أنا عايز كسافة الماء هقوله كتلة الماء على حجم الماء طيب دكتور أنت عايز توصلني لإيه؟ هقولك دلوقتي مش ده القانون لما تتفسر امشي معايا واحدة واحدة لو بطريقة ما بطريقة ما قدرت أخلي الحجمين واحد يعني كتلة المادة هي نفس كتلة الماء خليك معايا الآخر مش هيروخوا مع بعض صح؟ مش الرياضة تقول كده يبقى هيتبقى في البسط فوق هنا عندك إيه؟ هيتبقى كتلة حجم محدد من المادة إلى كتلة لازم نفس الحجم من الماء جميل يبقى أنا من التعريف الأولاني قدرت أتوصل للتعريف مين؟ التاني بس ده حالة خاصة لو كان الحجم أو الفوليوم بتاع الاثنين سابت لأن الحجم هيروح مع الحجم يبحث معايا يبقى أنا عندي كم تعريف اتنين النسبة بين كسفة المادة إلى كسفة الماء عند نفس درجة الخرارة أو النسبة بين كتلة حجم محدد من المادة إلى كتلة نفس الحجم من الماء عند نفس درجة الحرارة طب اركعلي كده نعمل الكلام ده إزاي بقى؟ إزاي يثبت الحجم؟ في بيتك بوة البيت في المطبخ عندك تعال ما نعمل معك محتاجين أدوات إيه؟ أنا عايزة إيسي الكسفة النسبية لزيت زيت الطعام اللي في البيت محتاج الزيت محتاج كوب محتاج ميزان حساس مش محتاج غطر من كده تعالوا مع بعض نفترض كده إن أنا جبت الكوب فاضي فحطيته على الميزان الحساس إزتي الكوب وهو فاضي فلقيته 100 جرام إيبقى ده كتلة الكوب فارغ كويس جيت ملته للآخر زيت فبقى دلوقتي الإناء بالزيت حطيته على الميزان تاني فلقيته 500 أستنتج من كده إن كتلة الزيت لوحده كام ربع مية أنا بطرح الكتلة كلية اللي هي 500 ناقص كتلة الإناء وهو فارغ اللي هي 100 كلام جميل؟ طيب ومسكت الكوبية دي غسلتها ومسحتها ونضفتها من الزيت واستها تاني على الميزان ويا فاضي لازم تطلع مية طيب ورحت مليها مية للآخر فبقت 600 طيب تطرح بقى كتلة المية بالكوب من كتلة الكوب تطلع 600 ناقص 100 500 فبقت عندك كتلة الزيت ربع مية وكتلة المية 500 إيه العامل المشترك بينهم؟ إنهم من الاتنين اللي هم نفس الحجم صح؟ اللي هو مين؟ حجم الكوبية يبقى أنا بالطريقة دي قدر تسبت مين؟ الحجم اللي أنا ضيحته يبقى لو قسمت الربع مية على الخمسمية بس جبت الكسافة النسبية للزيت يبقى أنا جبت خطوة أولة جبت الكسافة النسبية للزيت عن طريق كتلة حجم محدد من المادة اللي هو الزيت إلى كتلة نفس الحجم من الماء عند زبوط درجة حرارة إنك شغال في نفس المكان للحرارة للحقة ترتفع وللحقة تنخفض يبقى دي طريقة علمية هو عملية لتعيين الكسافة النسبية لسال يقولك كيف يمكنك تعيين الكسافة النسبية لسائل باستخدام سائلين وبإخباء ويكوب وميزان حساس كلام جميل طيب من الكسافة النسبية ممكن أجيب الكسافة زي ما هنشوف دلوقتي طيب اللي أنا قلت ده هو مسألة نمجهزها تعالوا ما نعملها مع بعض عشان تكتشف إن من التعريف الأولين جبت التاني وجبت إزاي تحل المسألة تعالوا مع بعض نكتب المسألة دي مسألة بتقول إناء نفس الأرقام اللي أنا قلتها كتلته وهو فارغ مئة جرام وكتلته وهو مملوء بالزيت خمسمائة جرام بينما كتلته وهو مملوء بالماء ستمائة جرام فاحسب عدي معايا أول مطلوب تاني مطلوب تلت مطلوب أول مطلوب أنا عايز الكسافة الكسافة النسبية للزيت ثم اتنين كسافة الزيت تشوف للمطلوب التالي دا حجم الإناء ينهر بيض ولا تزعل تعالوا مع بعض ما نحلل المعطيات بتاعتنا هنا ونكتب الحل هنا بيقول إناء كتلته فارغ مئة جرام يبقى م للإناء فقط بيساوي مئة جرام كلام جميل وكتلته هو مملوء بالزيت يبقى م إناء زائد زيت يساوي خمسمائة جرام طيب وكتلته هو مملوء بالماء م إناء زائد ماء تساوي ستمائة جرام يبقى الحل هجيب كتلة الزيت لوحده واجيب كتلة الماء لوحدها أقسمها على بعض جبت الكسافة النسبية يبقى كتلة الزيت هتساوي كتلة الإناء بالزيت ناقص كتلة الماء يعني خمسمائة ناقص المية يدوني ربعمية جرام كلام جميل طيب هقوله كتلة الماء اللي هي بتساوي ستمية ناقص المية تديني خمسمائة جرام إيه العامل المشترك بين الاتنين من الكتلتين دول ده الكتلة دي مختلفة عندي أيوة بس ليهم نفس الحجم اللي هو الكوب الكوب اللي بعير به صح طيب يبقى أنا دلوقتي ممكن نروح كاتبلو بقى الكسافة النسبية مش بتساوي كتلة حجم محدد من المادة اللي هو الزيت إلى كتلة نفس الحجم من الماء اللي هو المية بتاعت ليه ألف كسافة ألف يبقى بتساوي الربعمية على الخمسمية صفرين مع صفرين أربعة على خمسة يعني تمانية على عشر يبقى تمانية من عشرة شوف الرقم ده أولا لازم تركز في حالتين أوعى تغلط ليست له وحدات قياس ليست له وحدات قياس لأنه نسبة بين كميتين متماسلتين لكسافة على كسافة لكتلة على كتلة ثانيا مؤشر الرقم ده يقول إيه الرقم ده نرجع بقى الكلام هو أكبر من الواحد أقل من الواحد ولا يساوي واحد يرجع للورقة دي كنا بنقول لما يكون أقل من الواحد يطفو يبقى تحكم على زيت اللي بيطفو دايما بنشوف في المية لما يكون في دهون موجودة في المية أو في شراب أو 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 تريدها طافية على السطح لأن الكسافة النسبية بتاعتها أقل من الواحد طيب امسك دي قوي يبقى احنا دلوقتي طلعنا الكسافة النسبية تعال بقى اما اقول لك إزاي نجيب من الكسافة النسبية الكسافة إزاي نجيب يبقى المسألة وارجع اقول لك ازاي تجيب الحجم يبقى انت كده خدت المعطيات كلها القانون بتاع الكسافة النسبية بيقول ان الكسافة النسبية للمادة تساوي كسافة ركز في دي قوي المادة على كسافة الماء طيب كسافة الماء لو عوضت عنها بألف لان هي قسافتها ألف الماء النقية عند درجة حرارة اللي احنا قلنا الكلام ده بس الألف دي بالإيه مش بالكيلو جرام على المتر تكعيد طيب دي اصلها على واحد يبقى طرفين فوسطين يبقى انا لو حبيت اجيب كسافة المادة من خلال الكسافة النسبية للمادة هضربها في كسافة الماء اللي هي كام ألف اهو كسافة النسبية للمادة بتساوي كسافة المادة على كسافة الماء لو انت عوضت بكسافة الماء 1000 لها كيلو جرام على المتر تكعيد يبقى لازم ضي تطلع بالكيلو جرام على المتر تكعيد يبقى L8 من 10 كيلو جرام على المتري تكعيب طيب ركز في اللي جادي ركز في اللي جادي اوي طيب هو الفيزياء قاعدة وبتعاوض عنها برياضة ولازم كل الطرق تؤدي الى روما لازم لازم اذا كان فيه اختلاف يبقى فيه مشكلة عندك طيب هو انا طلعتها بالكيلو جرام على المتري كعيب هو انا لو طلعتها بالكيلو جرام على السنتيمتري كعيب غلط هو لك لا طبح صح طب تعالى مواريك كده افرد طالب تاني حابب يتميز وقال لك خلاص انا في ده مش عوض عن كسافة المية بالف مش انت حضرتك بتقول لي ان الكسافة النسبية للمادة بتساوي كسافة المادة على كسافة المية طب انا عوضت عن كسافة المية بواحد جرام على السنتيمتري كعيب مش حضرتك قلتلي في الحلقة اللي فاتت لما حول من كيلو جرام على المتري كعيب لجرام على السنتيمتري كعيب قسم على الالف طيب انا قسمت الالف على الالف أقول لك كلامك صح مية في المية بس في الحالة دي كسافة المادة هتساوي كسافة الكسافة النسبية للمادة بس في واحد صح هنا بقى مش هتطلع بالكيلو جرام على المية تكعيب هتطلع بالجرام على السنتيمتر تكعيب يبقى أنت عندك اختيارين يا بطل الرقم بتاع الكسافة النسبية طلع حطه زي ما هو بالجرام على السنتيمتر يبقى عشان ما لقبطك طلع 5 من 10 حطه زي ما هو بس الكسافة النسبية ما كانش لها وحدات قياس هتحط انت وحدة قياس اللي هو جرام على السنتيمتر من تكعيب ودي دخلنا سؤال تاني شوف بقى متعة الفيزياء لما تتفهم أن هي الحاجة بتجيب حاجة فأنت فهمت الأول خلاص بدأنا بتعريف وصلنا من التعريف لحالة خاصة كتلة حجمة محددة إلى كتلة حجمة محددة وصلنا منها المسألة سؤال متى متى تتساوى كسافة المادة وكسافتها النسبية امتى الرقمين يكون واحد الاجابة عندما تكون قيمة كسافة المادة بوحدة الجرام على السنتيمتر تكعيب تاني متى تتساوى كسافة المادة بالكسافة النسبية للمادة يبقى جيم عندما تكون وحدة قياس كسافة المادة او تقدير كسافة المادة بوحدة الجرام على السنتيمتر من تكعيب طيب نرجع لما سألتنا الجميلة احنا طلعنا روح احنا قلنا الرقم طلع معانا ب800 كيلو جرام على المتر تخييف فانت قدام اختيار الرقم طلعه هتضربه في 1000 يطلع بالكيلو جرام او تسيبه زي ما هو اهوت اروح سيبه زي ما هو كده 8 من 10 بس جرام على سنتيمتر مين تخييف يبقى انا طلعت اول مطلوب وتاني مطلوب تعالوا ما نتناقش مع بعض في المطلوب التالت كويس يبقى انا دلوقتي ممكن من الكسافة النسبية اجيب الكسافة وبعد كم حلقة كده يديني ويديكو طلطل عمر ان شاء الله في الانبوبة ذات الشعبتين هنعمل عكس من الكسافة ونجيب الكسافة النسبية فالقصة جميلة اوي ان انا دلوقتي اميديلك اكتر من طريقة اكتر من طريق فاذا لقيت فيه طريق فيه مشكلة خليك زي المية نزلت ولاقيت حجر تتحرك في الفيزيو كلام جميل؟ طيب انا جبت الكسافة النسبية للمادة وجبت كسافة المادة وعملت بينهم ان هما بيساووا بعض لو بوحدة الجرام على سنتيمتر التكعيب كان تقدير الكسافة طب حجم الاناء فانا عشان يجيب حجم الاناء لازم يكون عندي ده الطالب المتسرع دايما احنا عندنا الفئتين بتوع طلابنا الحبيب المتسرع والحكيم فالمتسرع يقولك ازاي وعايز يزبط ان في حاجة غلط هو مش عايز يطلع المشكلة فيه فلما تجيله مسألة لازم يقنعك ان فيه مشكلة غلط عشان يطلع نفسه يعني ما عندهش مشكلة فقولك ازاي هجيبها انا ما عنديش كطة الاناء هقولك طب بس اصبر هجيبها بدلالة حاجة تانية ما احنا عندنا تلات حجوم متساوية حجم الاناء هو نفسه حجم المية هو نفسه حجم الزيت هو انا عيرت المية بايه مش بيه طب هو انا عيرت الزيت بايه مش بيه طب هو في البيت مامتي ومامتك زمان لما كانوا بيعملوا حاجة مش كانوا بيعايروا بكباية يقولك اه دي بتاخد او من المعنى تلات معالق كنا بنعاير الحاجة بحاجة ازا الحجم مقصد به الحجم الداخل الاناء مش الخارجية ازا انا ممكن اجيب حجم الاناء بدلالة حجم الزيت او بدلالة حجم المية فانا قدامي تلات سكك ارجع للمساء وتقولك خليك زي المية نزدت ولاية حجر ما تقفش الدنيا مش هتعطل ما دتلكش كتلة المية هات حجم الاناء من حجم المية هات حجم الاناء من حجم الزيت وارجع اقوله طب انا اشتر منك وجبت الحجر وهارجع اجيب الكتلة بتاعت الاناء كمان يعني الدنيا ما بتقفش يبقى ببساطة انا عندي دلوقتي طريقين للحل مش طريق واحد لان الكتلة وقفت فانا ممكن اجيب حجم الاناء بدلالة حجم الزيت وبدلالة حجم المية تعال اما هنجيبها مع بعض يبقى انا دلوقتي هقوله حجم الاناء قدامي سكتين صفر ممكن اقوله ان حجم الاناء هو نفسه حجم الزيت واشتغل عن طريق الزيت وممكن اقوله حجم الاناء هو نفسه حجم الماء ولما اشتغل لا اشتغله بوحدة السنتيمتر تكعيب لا اشتغل بوحدة كله المتر تكعيب ما تشغلش نفسك ابدا انت تشتغل واللي قدامك بيصحح على ايه اللي اتنين صح فانا دلوقتي هقوله ان الرو بتاعت الايل رو ايل بتساوي ام ايل على الفوليوم فانا لو عايز الفوليوم الحجم بتاع الزيت هيساوي الام بتاعته على الرو فوالله لو عوضت عن الام بالجرام والرو بالجرام على السنتيمتر تكعيب هتطلع معاك الحجم بالسنتيمتر تكعيب ولو عوضت عن الام بكيلو جرام والرو بالكيلو جرام على المتر تكعيب هيطلع معاك الحجم بالمتر تكعيب وده صح وده صح ولو جبت الاولاني تقدر توصل للتاني بالتحولات ولو جبت التاني تقدر توصل للأولاني بالتحولات ما تتوترش خالص تعامل مع ظروف كل مسألة انا مديلك في المسألة وحدات نانو صغيرة مايكرو مديك جرامات مديك كسافة صغيرة ليه اعقد وحاول الكتر الكيلو جرام وارجع احول الكسافة للكيلو جرام على المتر تكعيب عشان ارجع احول تاني الحجم من المتر تكعيب لصنطمتر تكعيب يشاغل دايرك تعله طول يبقى دلوقتي انا هسعود عن كتلة الزيت اللي هي كانت بالجرام فأكتلة الزيت بالجرام كانت كام كانت ربعمائة جرام اهو يعني انا هقوله كده ربعمائة طيب على كسافته اللي هي بالايه بالجرام على الصنطمتر مكعب اللي هو تمانية من عشرة على السنتيمتر مكعب فلما تقسم دي على ده بالقالة الحزبة نشوفه مع بعض كده ربعمية على تمانية من عشرة يطلع الناتج خمسميت سنتيمتر مكعب حلك صحيح مينة في المئة طيب لو انت عايز تحوله بقى يعني تطلع طبعا متطمن في الامتحان وتحوله للمتر مكعب احنا خلنا الحلقة الماضية ازاي يحول من سنتيمتر مكعب لمتر مكعب قلنا من سنتيمتر مكعب لمتر مكعب من الصغية الكبير قدرة في عشر قصة بستة يبقى ممكن اقوله خمسمية في عشر قصة سالب ستة يطلع بكام خمسمية في عشر قصة سالب ستة يطلع معاك ب خمسة في عشر قصة سالب أربعة متر مكعب خلاص طيب تعال اما نشوف لو جبناه بالطريقة دي وارجع تاني هطور في المسألة دي واعكس لحبايبنا الطلاب بردك اللي هم بيبوا موسوسين لا انا بحب بشتغل بالوحدات الدولية احنا عايزين نطلع من المثال بكل الطرق ان احنا وصلنا لنتيجة واحدة طيب لو جبته عن طريق الماء خاطرة جيه في الامتحان ربنا هدك كده ان انت هتجيبه عن طريق الماء يبقى حجم الزيت هو حجم هنا الاناق طيب لو حبيت اجيب حجم الماء عن طريق حجم الاناق هقوله كده الرو بتاع الووتر ده المية بتساوي الام بتاع الووتر على الفول طيب يبقى الفول هيساوي الام بتاع الووتر على الرو طب الام بتاع الووتر في المثال كانت خمسمية يبقى خمسمية خلام جميل على الرو بتاع الووتر طب الرو بتاعت الووتر كانت بكام ما احنا قلنا المية لالف كيلو جرام على الميتر كعيب لواحد جرام على سنتيميتر كعيب انا هنا عوضت بالجرام يبقى لازم هنا الجرام على سنتيمتر كعيب فتطلع تاني كام 500 وطبعا لو حولتها هتطلع هنا كام 500 في 10 أس سالب 4 الطالب التاني مش مقتنع يقولك لأ طب اعملها لي من فضلك من فضلك اعملها لي بالمتر مكعب كده انا عايز اتطمن ان كلامك صح لانا ده هيفرمها كتير جدا بعد كده مش هواسوس بقى وطول واخد خطوات اكتر فمعدل خطأ يزيد خلي بالك من اللي بين السطور ده معدل الخطأ لان كل خطوة معدل الخطأ بيزيد فيها هتطلع معك ارقام كبيرة هتبقى فيه تبسيط فالتبسيط هيؤدي الى انحراف على الرقم الحقيقي وكل ده وقتك من الامتحان على حساب مسألة تانية طيب لو قلنا هنجيبها عن طريق الزيت بس لو انا عايز اجيب الفوليوم تمام بتاع الاناء عن طريق الزيت فهقوله اللي بيساوي الام بتاع الاول على الرو بتاع الاول عذرا فالام بتاع الرويل كان ربعمية جرام فانا عشان احول الكيلو جرام ادي اول تحويلة يبقى ربعمية على الف اربعة من عشرة صح? طب على الروب بتاعته بتاعته بس بوحدة الكيلو جرام على المتر تخعيب فهروح اسم على تمنمية انا هنا عوضت عندي بالكيلو جرام عوضت دي على الكيلو جرام على مقام المقام يطلع بسط يبقى تدربت في المتر تخعيب فدي تروح معدي فلازم تطلع الوحدة بالمتر تكعيب اعملها انت بقى مش انا هعملها على الحسبة. اربعة من عشرة على تمنمية. يطلع لك نفس الرقم. اكبر رقم عندي. خمسة في عشرة. قس سالب اربعة متر تكعيب. اللي هو كان الرقم اللي انا جبته ده. بس الفرق ان هنا. انا عملت التحولات دايركت على طول. لكن انت لسه هتحول دي. ولسه هتحول دي. عشان تطلع دي. وانت عندك كده مش اختيار ولا اتنين. انت عندك اكتر من ست اختيارات في المسألة دي. حل كما تشاء. بس الاهم تمشي وراء حلك انت واتطلع بوحدة قياس اللي اشتغلت بادواتها انت. ما بقاش انا عايز اطلعها بالجرام على سنتمية تكعيب. وانت شغال بالكيلو جرام على المتر من تكعيب. طيب. خلونا ندخل على نقطة تانية. السبائك والمخاليط. يعني مثلا الدهب. بنقول عيار واحد وعشرين عيار اربعة وعشرين. الدهب سبيكة. سبيكة عبارة عن نسبة كتلة معينة من الدهب الى كتلة معينة من النحاس خلطناهم وبعض طلعت سبيكة بنسب معينة من النحاس والزهب او الزهب والنحاس سميناها زهب واحد وعشرين اربعة وعشرين وكلام ده. طيب. تعال اما اندخل الكسفة فيها عشان بعد كده اقدر اعرف الكتلة اللي دخلها قد ايه والحجم المفروض يتخطى قد ايه وكسفة هتبقى ايه قصص كبيرة كده لو احنا دلوقتي عندنا سبيكة. يعني مادة صلبة او مخلوط. يعني انت بتخلط سائل على سائل عشان يدوك خليط جديد. فبالتالي انت بتحط كتلة من المخلوط الاولاني على كتلة من المخلوط التاني يديك الكتلة كبيرة طيب ايه العلاقة بين التلاتة طبقا لقانون بقاء الكتلة كتلة سابتة. يبقى الكتلة الكلية لازم تساوي كتلة المكون الاولاني زائد كتلة مكون التاني. تعال اما نكتب ده كده مع بعض يبقى انت لو قلت الام كبتة الكبيرة بتاعة الخليط لو هو سوائل انت بتان عصير جوافة بلبى في بيتنا طيب ما هو مكون من عصير جوافة وعصير لبى. ده لي كتلة وده لي كتلة وفيه كتلة جديدة طلعت خالص ده ليه كثافة وليه كثافة فيه كثافة جديدة تخالص ده ليه حجم وده ليه حجم في حجم. جديد خالص يبقى بيساوي ام واحد زائد ام اثنين يعني ام جميل حد يختلف معايا في اول قانون ده تبقى لقانون بقاء الكتلة الكتلة سبتة طيب احنا خانا عندنا القانون بنقول ان الرو بتساوي الام على الفول طيب دي اصلها على واحد فلو حبيت ادرب طرفين في وصفين تمام لو حبيت احرك او لو حبيت اجيب الام لوحدها من عن طريق الرو و الفي فهقوله يبقى الام كابتل بتساوي الرو الكبيرة في الفول الكبيرة ده جات منين من قانون ان الرو هكتبه في حتة صغيرة هنا براهو بتساوي الام على البول كلام جميل فبالتالي انت عايز الام بس مش عندك عندك الرو الفي مفيش مشكلة يبقى الرو في الفول ده بتاع الخليط طيب الام واحد اللي هو رو واحد فول واحد زائد ده المكون الاول رقم واحد وده المكون رقم اتنين طيب زائد ام اتنين اللي هي رو اتنين فول اتنين طيب للتبسيط عشان احنا ما عندناش سرعة فمش هنطلق ببابة بين فول وفي وبتاع فخليها كده بسيطة يبقى رو في كبيرة بتساوي رو واحد في واحد بلس رو اتنين في اتنين طبعا ده بفتراض بس عشان يبقى ما نقولي المعلومة نحترم العقلية اللي قدامنا ونقول بفتراض ثبات الحجم يبقى فيه بتساوي في واحد زائد في اتنين وهتقولي دكتور هو ممكن الحجم يتغير ايوه رجعلي دي بقى هفقرك بحاجة في الاعداد بس انا بقولك دلوقتي وهجب لك عليها اسئلة متقدمة بعد كده اه مش شبط ان انت تخلط متين ملي من حاجة مع تلتمائة يديك خمسمائة من قال كده تعال اما نشوف لان فيه مسافات باينية الزرات بتخش بينها وبين بعضها تعال اما تديك مثال زمان في الاعداد في العلوم لما كنت بتسبب بنسبتلك ان فيه مسافات باينية بين المواد وبعضها او زرات المواد كنت بقولك لو خلطت تلتمائة ملي سي مثلا كحول او تلتمائة سنتمتر مكعب كحول على متين سنتمتر مكعب مية حطوتهم على بعض تجي تقيس الحجم بالمخبار المدرك ما تلاقوش خمس ومية تلاقيه ربعمية وخمسين لانه انكمش بمقدار خمسين حصل نسبة انكماش كنا بنفسر دي ان الزرات دخلت يعني الزرات المية دخلت في المسافات الباينية بين القحول او العكس فبتقيت كان ده اكبر دليل على ان فيه مسافات باينية تمام الا ما كانوش دخلوا ببعض المكان ده محجوز كله ده محجوز طب هديق ازاي لكن لو انت عندك قاعتين في اماكن هنا فاضية ممكن الجزء ده يدخل هنا طيب في المسائل اللي احنا هنتكلم نصدق انا ما تكلمتش ان فيه انكماش او نسبة انكماش يبقى انا افترضت ان الحجم ماله ثابت يبقى انا عندي ثلاث قوانين جمال وطلعين كلهم من قانون واحد تعالوا نكتبهم مع بعض كده في قراسة مدرسة على الهواء اول قانون ان الام بتساوي ام واحد زائد ام اثنين وان الرو في بتساوي رو واحد في واحد زائد رو اثنين في اثنين وبافتراض ان الحجم بيساوي الحجم الاولاني والحجم التاني طيب تعالوا اما نتدرج مع بعض في المسائل كده وناخد مسألة يعني شبه مباشرة ثم ندخل على المسائل الجميلة وسعيد جدا ان انا اتلقى منكم مسائل على صفحة مدرسة على الهواء وزميل بعت لنا مسألة على صفحة انا الشخصية هحلها له النهاردة بس هو كان باعتها ناقص معلومة صغيرة انا ضفتها له لان دي مسألة شهيرة يعني ومعروفة وهحلها له النهاردة عشان يبقى فيه دايما تفاعل لما تكون قدامك مشكلة او مسألة ابعتها لنا صفحة مدرسة على الهواء صفحة الخاصة هنا كلنا تيم وورك واحد بتوصل لي المسألة وبتتحللك وبتوصلك لان دايما هدفنا ان انت تكون الدرجة النهائية هي الحاجة الاخيرة لانوصلها وده التاج اللي احنا بناخده في الاخر طيب المسألة المباشرة الاول نبدأ او يعني الشبه المباشرة بتقول بتقول موزجة موزجة خمسين متر مكعب من ماء كسافته الف كيلو جرام على المتر تكعيب مع اربعين متر مكعب من سائل اخر كسافته سبعمية وتسعين كيلو جرام على المتر تكعيب فاحسب كسافة المزيج طيب زي ما تعودنا في مدرسة على الهواء بنكتب البيانات هنا ثم بنبدأ نكتب الحل هنا خلونا مع بعض احنا عندنا ترت حاجات عندنا الخليط عندنا المكون الاولان اللي هو المية عندنا المكون التاني اللي هو الزيت او السائل الاخر خلاني نبدأ في الماء الاول انت عندك النسبة بتاعته او الحجم بتاعته اللي هو دي واحد خمسين خلي بالك من الكلمة دي متر مكعب كسافته يعني الرو واحد تساوي الف كيلو جرام على المتر تكعيب وهقولك فنيات صغيرة جميلة قوي تخليك عندك ثقة وانت بتحل المسائل دي طيب المكون التاني اللي هو مين المكون التاني اللي هو مسائل اخر معرفوش طيب الفوليان بتاعه كام قالك 40 متر مكعب طيب الرو بتاعته كام دي 2 قاسب دي 2 بتساوي 790 طيب انت عايز يبقى خلي بالك ده متر تكعيب ده كيلو جرام على المتر تكعيب طيب انت عايز الفولي الكل لازم يكون عندك لانك محتاج الرو الكلية فاصبحت المسألة دي فيها كم مجهول مجهولين طيب انا حلها لك بس خلي بالك لما بنكتب القانون وبنقول ان الرو في كبيرة بتساوي رو واحد في واحد زائد رو 2 في 2 اوعد صعبها عليك سبتلي وحدة الحجوم في الثلاثة اي وحدة حجوم متر مكعب خلي بالك من النقطة دي وما تصعرش المسألة يعني هي جايها لك سيمبل وبسيطة وارقام صغيرة سيبها زي ما هي بالجرام وصنتمتر وكلام وتعامل معاها بس بالشرط اللي انا بقوله ده عشان ما تاخدش جزء من الكلام وتسيب الجزء التاني سبت الوحدة في الحجوم واحدة بدأت في الطرف الايسر سنتمتر مكعب استمر سنتمتر مكعب سنتمتر مكعب فانت لو ليت مثلا عندك تلت حجوم اتنين بس سنتمتر مكعب واحدة بالمتر مكعب ومين يروح لي مين ما تقوليش dida حاودتلي 2000 بالمتر مكعب انت عملت خطوتين لا ودي المتر المكعب للسنتيمتر مكعب انت عملت خطوة واحدة تطلع صح? طبعا صح لان ابعاد الطرف الاولاني بيسوي ابعاد الطرف التاني بس يسبت وحدة قياس الطرف الاولاني ووحدة قياس الطرف التاني طيب تعالا بالراحة كده هفهمها لك الحجم هنا بالمتر مكعب والحجم هنا بالمتر مكعب يبقى غصب عني لازم اخلي المتر هنا تكعيب طب لو ده سنتيمتر مكعب وده سنتيمتر مكعب اشتغل ده سنتيمتر مكعب وعوض والنتيجة هتطلع ماك صح طيب يبقى لازم اجيب الاول الحجم الكل اللي هو بيساوي V1 زائد V2 طيب الاولاني 50 زائد الثاني 40 فيطلع 90 متر مكعب يبقى انا هعوض بقى دلوقتي انا بقى عندي دق بتسعين فاضل عندي مجهول واحد اللي هو الرو بس بقيت العملية بسيطة جدا هقوله الرو بقى بتساوي اهو رو واحد V1 بلس رو 2 V2 على الوليام الكل كلام جميل طيب نكمل مع بعض يبقى اهو بيساوي شو بقى ميزة التصنيف ده كل اللي هتعملوا تفتح قص تضرب اللي اتنين الزرق دول في بعض زائد اللي اتنين الزرق في بعض على الحجم يبقى خمسين في الف زائد اربعين في سبعمية وتسعين على الحجم الكل اللي احنا جايبينه بكام بتسعين شوف المسألة سهلة ازاي تاني سبتت الحجوم بوحدة معينة استمر ما لهاش علاقة بالكسافة لانك لو سبتت الكسافة بالكيلو جرام على المتر كعيب هتطلع لك بالكيلو جرام على المتر كعيب ولو سبتتك بالكيلو جرام على سنتيمتر كعيب هتطلع لك بالكيلو جرام على سنتيمتر كعيب زائد 40 في 790 على 90 تطلع ب906 الناتج 906 و 6 معاش طب انت اشتغلت بالكيلو جرام على المتر كعيب كانت كثفات يبقى ده بالكيلو جرام على المتر من تكعيب تعالوا اوضح لك ده اكتر في المثال التاني وده مثال لزميلنا او زملكم من قفر الشيخ معدخولي على صفحتي انا شخصية وكانت فيه معلومة نقصة كملت له مثال زيه بنفس الارقام وتعالوا منحلوا مع بعض ومستنين تفعلكم احنا هنا كلنا علشان انتم وعشان ان انتم تكونوا متفوقين في الفيزياء مسألة بتقول ايه بتقول سبيكة نكتبها مع بعض كده سبيكة من الزهب والصدة دي سبيكة كسافتها النسبية دي عيد على المين على السبيكة او تنسى سبعة او جايب لك ارقام صعبة عشان يقلغ اكتر سبعتاشر فاصل اربعة وخمسين طبعا الكسافة النسبية ليست لها وحدات القياس اذا ان الرقم ده ممكن استخدمه ككسافة زي ما هو بس في الحالة دي هيكون بوحدة الجرام عن سنتمتر من تكايب كلام جميل طيب وكتلتها تمام وكتلتها تلتمية وخمسين وفاصل تمانية من عشر جرام رائع فاحسب كتلة الزهب عايز كتلة دهبس فيها اذا كانت الكسافة النسبية الزهب والفضة على الترتيب على الترتيب هي تسعتاشر وعشرة تسعة وخمسين اقول له الحال انا عندي دلوقتي السبيكة طيب انت عايز مين الدهب يبخل الدهب ده رقم واحد طب مين تاني عندك الفضة او الفضة رقم اتنين طيب انت ليه تشتغل الكسافة النسبية لسه هتحاولها الكسافة بكيلو جرام على متر تكعيب اشتغل زي ما هو نفس الرقم بس بوحدة الجرام على السنتيمتر تكعيب دي اسهل طريقة يبقى هنزله زي ما هو كده جرام على السنتيمتر تكعيب كلام جميل وكتلته ادي الام بتاعته كام تلتمية وخمسين فاصل تمانية من عشر جرام يبقى انت هتثبت هنا الكتلة بالجرام وهتثبت الكسافة بالجرام على السنتيمتر تكعيب طيب طيب فبيقول ادي الكتلة او الكتلة او الكسافة فاحسب كتلة الزهب يعني عايز كتلة الدهب ام واحد دي بكام اذا كانت الكسافة النسبية للدهب يعني رو واحد بتساوي تساعتاشر جرام على السنتيمتر تكعيب والفضة اللي هي رو اتنين بتساوي عشرة تسعة وخمسين فانت عندك مجهولين اجيب واحد بدلالتي التاني بس من الرو الام قدر اجيب الحجم الكلي صح يبقى الحجم الكلي للسبيكة بيساوي الام على الرو بتاع السبيكة طب الام بتاعت الرو كام بتلتمية وخمسين فاصل تمانية من عشر على الرو اللي هي سبعتاشر وخمسين فيطلع الحجم بتاعك عشرين سنتيمتر مكعم طب ما لنا لسه ايه لك ان الحجم الكل بيساوي الحجم الاولاني زايد الحجم من التاني فانت ممكن تقوله رو فيك كبيرة بقى بتاعت السبيكة بتساوي رو واحد في واحد هتسبت دي فلما تطلع تضربها في الرو فاتجبت الكتلة خلصت زايد رو اتنين في اتنين هتجيب دي بدلالة دي ودي طب رو في بتاعت السبيكة اللي هي الكتلة يبقى الام بتاعت السبيكة بتساوي رو واحد في واحد زايد رو اتنين في اتنين طيب الام بتاعت السبيكة بكام بتلتمية وخمسين فاصل تمانية من عشر زايد الرو واحد بتساعتاشر في واحد شوف بقى لو انت كنت تتحول دي الكيلو جرام علمتك عيب وتحول دي بالكيلو جرام عشان تطلع كتلة الدهب اللي هي صغيرة بالكيلو جرام وترجع ترجحها تاني بالجرام قصة طويلة مع انها سهلة خالص زايد رو اتنين اللي هي بعشرة تسعة وخمسين او عشرة خمسة من عشر في في اتنين بقى اللي هي بتساوي في كبيرة اللي هي عشرين نقص في واحد مش دي بتساوي في واحد زايد في اتنين يبقى بتساوي عشرين نقص في واحد اصبحت المعادلة كلها في المجهول واحد اللي هو مين اللي هو V1 ده طيب نكمل يبقى 350 فاصل 8 من 10 زائد 19 V1 او دي اسف دي تساوي دي تساوي 19 V1 زائد اضرب دي في دي 10.5 في 20 تديك 210 نقص 10.5 V1 هتبدأ تودي V1 في يمة وتودي الرقم الثاني في يمة فيطلع معاك اني 8.5 V1 تساوي 140.8 طلعي V1 بتاعي الزهب بيساوي 16.5 6.4 جرام منها نقدر نقول بقى الكتلة بتاعت الدهب اللي هي M1 بتساوي رو 1 V1 يبقى هتساوي معانا الرو اللي هي B19 في ال V1 اللي هو 16.564 فتطلع معاك 372 من 100 جرام ودي كانت مسألة بتاعت زمنة او زي زمنة بتقلقش خالص فيزيا جميلة وان شاء الله هنعودكم على مسائل زي دي كتير طبعا الوقت بيعدي معانا بسرعة نتمنى ان شاء الله ان احنا نلاقيكم الحلقة القادمة على اتم حال الى ان نلتقي في الحلقة القادمة لكم مني ارقى التمانيات الى اللقاء اشتركوا في القناة استF